لعلك تحدثنا عن أيام زمن كيف كانت بداية العيد واستعداد أهالي زمان ونقوله جيل الطيبين للعيد إحنا هل يتكلم عن حقبة عمرها خمسين خمسة وخمسين سنة إحنا يمكن آخر عيد عاش الزمن الجميل العيد كان عشان يعني يعرف أنه دخل العيد زمان كان وسائل الأعلام بسيطة يعني يمكن المذياء ونادرا ما تلاقي بيت في راديو فكان عشان نتحرر رمضان التلفزيون يصدق لا التلفزيون دخلنا في عهد الملك فيصل لكن المذياء هو الراديو الراديو هو نادرا ما تحصل أحد فيه جميل فطبعا يوم 28 29 تلاقي أهالي جدة ابتداء من حارة الشام انتهاء بحارة البحر ابدأوا زي ما يقولوا الاستعداد لا الاستعداد ابدأ من بدري بدري لكن هذه الليلتين عشان يتحروا فيها دخول العيد دخول العيد هذا كان يعرف عن طريق المدفع اللي كان أمام وزارة الخارجية وكان المدفع هذا يضرب 21 مدفع سبعة في سبعة في سبعة دور البيعة نعم والآن هو موجود نفسه اللي موجود الآن هو نعم فتضرب ويخرج أي ظن المسحرات اللي كان في رمضان اللي هو عم محر في حارة الشام عم محر حلني في المظلوم وتبدأ سبحان الله طبعا النفوس تتغير خلاص يا سلام يوم 26 طبعا البيوت تتغير تغيير كلي من العتبة زي ما يقولوا حقة الباب إلينا السطح تجد زي ما يقولوا الأمهات شغالين في البيت البنات يضربوا بويات في البيبان الداخلية والروشان من الداخل من داخل البيت وإحنا العياد نضرب البيبان من الخارج والروشين من الخارج المرخم يرخم البيت كومبوليت طبعا ستة البيت هذا كلام قبل العيد لا لا قبل العيد ما في شيء يوم العيد انت غلاص انت ليلة العيد كل شيء يعني 28 رمضان 29 رمضان هذا كل استدباع ومن قبل من 26 الله أكبر من 26 كمان قيدها نصبت من يوم 25 رمضان تنصب العقليات تنصب المراجح الصناديق الشبريات تنصب وكان ينصبها في المطلوم السيد محمد اللبان أبو فيصل عم سليمان في الشام عم سليمان في الشام عم سليمان في اليمن بامتحان داخل اللي يقولوا المنصور سبناري شاهدنا أنه يوم 26 هنا تبدأ الأم في البيت تخيط اللي هي زي ما يقولوا بيوت المساند لأنه كانت فيه مساند والمساند تنقل احنا كنا نشيلها نوديها للمنجدين المشد في المظلوم القمري جعفر كيال مديني القمري فكانوا ينجدوها وهي والليانات ورسلت البيت تخيط بيوت المساند والسكانة سكانة يمكن الآن ما حد يذكرها 50 سنة أنا ما سمعتها تنحط كده من فوق ليش المسنة تعطي المسنة الجمال وتفصل أيضا بجائم العيال على المكينة باليد كذا كانت وعبوا القبرز حقها بالخيط والبيت خلية عمل يا سلام يوم 26 تنزل المفارش وهذه المفارش طبعا جدي كان تاجر زل الشيخ طه رحمة الله عليه ومواتنا ومواتكم والمسلمين رومي أصفهاني عربي تبريزي فالمفارش العربي هذه زي ما المعلم محسن دوم يعني يفرش الطلبة في الكتاب إحنا كنا نفرش المفارش بالبواكير عشان تنضف من الغبرة وبعدين ستة البيت تكون قيدها فورت الشاهي وبردته شاهي أسود يقلب على المفارش العربي فيجلس في الشمس يومين بعد كذا يذهب طبعا بالفرش تطلع المفارش حمر كأنها جديدة ينتجي بها من المعارضة ماشاء الله شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة